نرجع بقى دلوقتي للحاجات اللي انا جمعتها كورة والعربية والبلونة والكتاب لو انا مثلاً البلونة دي جبت بلونة زيها منفوخة زي البلونة دي فحالتها دلوقتي ايه نوع الطاقة اللي بتمتلكها؟ فكروا كده لما بننفخ البلونة بتخزن جواها طاقة كامنة بسبب الهوى المضغوط جوا يبقى دي طاقة بالزبط طاقة وضع ليه طاقة وضع؟ لان الطاقة دي على استعداد لبازل شغل عشان لو فكيت روباط البلونة بلونة دي هتبدأ تطير المثال ده اكيد بيفكركم بحاجة درسناها في المفهوم الاول طفايات الحريق اللي تركبت في عربية السباق نقدر نقول دلوقتي ان الطاقة اللي في الطفايات هي طاقة وضع بسبب الهوى المضغوط اللي كان موجود جواها وطبعا تقدروا تخمنوا ايه نوع الطاقة اللي تحاولت ليها طاقة الوضع لما فتحنا الطفايات نيجي بقى للكورة ايه نوع الطاقة اللي بتمتلكها الكورة دلوقتي وهي على الترابيزة؟ بتختزن جواها طاقة كامنة يعني طاقة وضع طب العربية دي وهي بتتحرك بتمتلك طاقة ايه؟ متحركة على طول تبقى طاقة حركة طيب الكتاب وهو على الترابيزة بيمتلك بالضبط طاقة وضع ولو رفعته الفوق وسبته يقع وهو بيقع هيبقى بيمتلك طاقة حركة اثناء سقوطه ده كان شكل الجدول بتاعي بعد ما جمعت فيه كل الاشياء اللي انا لحظتها واكيد انتو كمان كملتوا الجدول بتاعتكو وبكده نكون جاهزين نقرأ النص الموجود عندنا بعنوان صور طاقة الوضع والحركة النص ده اول جزء فيه بيتكلم عن طاقة الوضع اثناء قرائتكو عاوزاكو تخططو يعني تمسكو القلم وتبدأو تحطو خط تحت الصور المختلفة للنوع ده من الطاقة طاقة الوضع وازاي بيتحول لصور تانية بعد انتهاكو من القراءة اول جزء هنعمله ان احنا نحلل المعلومات اللي قرأناها عن طاقة الوضع عشان تقرنوها بالقائمة بتاعتكو اللي فكرتو فيها قبل النص يلا بدأوا قراءة اول جزء تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا فلس مدرستنا المستقبل يبدأوا الان